السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأحد 31 آذار مارس القمر اليوم موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 4 و 5 دقائق بتوقيت جرينتش من صباح يوم الغد في الاثنين القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 4 و 21 دقيقة من فجر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش لينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر بما أنه أيضا اليوم موجود في برج القوس معناته كمان اليوم مننشط بشكل كبير ومنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا أكثر بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات يمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حظنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه إلى التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات خصوصا بالأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم وما لازم أن نجري لها عملية جراحية إلا إذا كانت اضطرارية طبعا إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي نراجع طبيبنا عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم اليوم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات أو أي شيء يتعلق بالمجال الطبي هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية صباح يوم الغد فإذا في عنا خلوه مسار رح يمتد من الساعة 12 و 15 دقيقة من بعد منتصف ليل يوم الأحد على الاثنين ورح يستمر لغاية الساعة 4 و 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 21 يوم في تمام الساعة 10 و 4 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بصير 22 يوم نسبة الإضاءة 63% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة منتع سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% القمر في القوس حتى يوم 1 أربعة منتحس الآن بنسبة 40% ساعة الظهر منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 1 أربعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 10% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25 أربعة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبع سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما بعيدة وبتشعر بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففه من النفقات المتصاعدة حسن أداءك، فاوض بمرونة، استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل الواجبات بالنسبة لموليد برج الجوزاء هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بدك تتجنب الغضب والانفعال وما تدعى أي شخص يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها بتسرعاتك أو بقراراتك الغير مدروسة عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة اتحامل على نفسك واضبط أعصابك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضاً بتكن تنتبهوا لغداءكم وراحتكم وتكونوا وضحين في أولوياتكم وما تدع أي شخص إثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاماً منك بالواجبات والمسؤوليات واحترم المواعيد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ترتفع المعنويات أهم إش أنك تكون أكثر مرونة وممكن تحقق إنجاز مهم فيبتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة الأجواء ممتازة على مستوى الحضوض والترفيه والتجميل أيضاً برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة تكثر الضغوط والمتاعب وتعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي ولكن بتكون تحاذروا من الخلافات والمشاريع السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة وبتعزز العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات ممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر هاي فترة إيجابية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا في فرصة لمكسب مالي اليوم تيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد أولويات وميزانيتك المالية بشكل جيد ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار ولكن بدك تدرسه بشكل جيد مصاريف منزلية طارئة برضو ممكن تظهر على الساحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم المشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم تتطلع على خبر جديد وبيكون لك بمثابة إشارة أو انطلاق جديد فترى ناشطة وحماسة بفضل طبعا لا عز وجل ولكن القمر بدعمك بشكل قوي اليوم ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم استريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات وخصوصا اللي فيها نوع من أنواع التركيز للزيادة فأعمل بشكل روتيني بيكون أفضل هاي فترة صعبة وفارغة من الحضوظ خفف وطيرة عملك لا تحسم أمر وما تنجرف وراء الأفكار السودع والهواجس اللي ما إلها أي معنى برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بغسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهمش إنك ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وبرضو اليوم رح تغار على مصالحك هذا اليوم يعتبر يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر إذا كنت أنت جاهز وما خالفت القوانين لأن تأثيرات القمر الشوي بتكون ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهمش إنك برضو ما تتذمر على مسمع من أحد وأصبر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء